السلام عليكم ورحمة الله لما خالف بعض الرماه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن مواقعهم في غزوة أحد تحول النصر إلى هزيمة فأصيب المسلمون وقتل منهم سبعون فخاطب الله عز وجل المؤمنين بما يسليهم ويعزيهم وأنزل قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فعنظوا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن معنى كلمة خلت مضت أما كلمة سنن فهي جمع لكلمة سنة والسنة في اللغة معناها الطريقة والمثال المتبع في الخير والشر فلما نقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقصد طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول العرب سن فلان سنة حسنة وسن فلان سنة سيئة أما السنن المقصود في تلك الآية الكريمة فهي سنن الله التي لا تتبدل ومن سنن الله التي لا تتبدل أنه لابد من وجود صراع بين الحق والباطل بين الخير والشر وأحيانا قد يعل الباطل على الحق ويكون ذلك من باب الإمهال والاستدراج لأهل الباطل وفي نفس الوقت هو تمحيص وابتلاء لأهل الحق ثم يستقر الحق رويدا رويدا ثم ينتصر أهل الحق على أهل الباطل ومن سنن الله تعالى التي لا تتبدل أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل وأن الله عز وجل قد أهلك من الأمم السابقة بسبب كفرهم وظلمهم وفسوقهم وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك جميع المكذبين والكافرين والفاسقين فإن كنتم في شك من ذلك أيها المؤمنون فسيروا في الأرض فسيروا أيها المؤمنون في الأرض بأبدانكم وقلوبكم وعقولكم وانظروا في أسفاركم إلى ديار المكذبين وطارعوا الكتب وابحثوا في الإنترنت وتأملوا وتدبروا وتفكروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أين فرعون؟ وأين النمرود؟ أين قوم عاد وثمود؟ قد خوت تيارهم وزال ملقهم وعزهم أليس في ذلك أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟ بلى يا رب أليس في ذلك ابتلاء للمؤمنين وكشف لستر المنافقين والمكذبين؟ بلى يا رب أليس في ذلك تخويف وتحذير للكافرين؟ بلى يا رب أليس في ذلك ربط للماضي بالحاضر لكي نصلح المستقبل؟ بلى يا رب فإن كان الأمر كذلك فدعونا نسير في الأرض وننظر كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المكذبين بلى يا رب